انتظر أيها الشاب من أي البلاد أنت لم أرك من قبل في حلقة درسي؟ أحمد بن محمبل من بغداد من بغداد؟ آهن على بغداد حاضرة خلافة الإسلام والمسلمين ما أجمل أيامها علما وفقها وأدبا ومنظرا حسنا حمى الله وحمى أهلها من كل سوء أو زرت بغداد يا شيخنا؟ أجل ومكثت فيها ردحا من الزمن أنا أبو عبد الله محمد بن أدريس الشافعي حفظك الله قد سمعت اليوم في درسك كلاما لم أسمعه من قبل حفظك الله لنا ونفعنا بعلمك يا شيخنا بارك الله فيك أتأذن لي أن أطرح عليك سؤالة؟ على الرحب والسعى كيف نوفق بين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة؟ وبين حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صوم يوم عرفة يكفر سنة قبله وسنة بعده؟ سؤالك هذا لا يصدر إلا عن وله محب للحديث الشريف تعالى يا أحمد تعالى واجلس تعالى التعارض الذي يظهر بين الحديثين يزيله حديث عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات يتبين من هذا أن صوم يوم عرفة لغير الحاج أما الحاج فعليه ترك الصيام حتى يتفرغ للدعاء ويتقوى على العبادة بارك الله فيك يا شيخنا